اهلا بحضراتكم مرة تانية احنا كنا في بداية الحلقة بنتكلم مع دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مسألة التنوع البيولوجي نهاردة كان اليوم في شرم الشيخ قايم على التنوع البيولوجي في اطار انعقاد قمة المناخ قب 27 في شرم الشيخ تأثيرات المتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وفي نفس الوقت تأثيرات عدم التنوع البيولوجي وكائنات تتعرض للانقراض او الموت او 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 على المناخ سلبا هنا خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور صالح عزب الخبير اهلا بك دكتور اهلا بك زي صح مدى تأثير المتغيرات اللي بتحصل وارتفاع درجة حرارة الكوكب على التنوع البيولوجي سواء اذا كان برا او بحرا طبعا زي ما حدثك قلت العلاقة متدخلة ما بينهم يعني فقد التنوع البيولوجي او نقص التنوع البيولوجي هو نتيجة للتغير المناخي وسبب ايضا في نفس الوقت الحقيقة انه التغير المناخي لو جينا نبص الاصوله يعني هو تكاسف غازات الاحتباس الحلاري اللي هي سانوكسيديك كربون كلورفلوروكربون ميسان اكسيديك كابريل النتجة عن بالاساس حرق الوقود الحفولي يعني طبعا ما فيش نشاط اقتصادي من غير حرق الوقود نشاط اقتصادي معناها استهلاق ثاق فالاقتصاد عدو البيئة وهناك علاء دائم ما بين الاقتصاديين والبيئيين اي اقتصاد في الدنيا معناها استهلاق ثاق طيب انت ما زال اعتمادك على الوقود الحفولي اللي هو فحم بترول غاز حرق هذا الوقود الحفولي بينتج مجموعة الغازات اللي انا حكيت لحددك عليها اللي هي غازات الاحتباس الحراري هذه الغازات زائد طبعا السيارات وزائد كل المكانات بتشتغل به هذه الغازات تكاسفت في الغلاف الجوي فمنعت انعكاس اشعة الارض يعني تشامس طبعا بتبعد اشعة الارض وترجع الارض تعكس جزء من هذه الاشعة لغلاف الجوي فلما بتيجي تعكس الارض لهذه الاشعة هذه الغازات بتمنع خروج هذه الاشعة في الفنوار الخليجي فهبتحت بس عشان كده زموها غازات اللي باحتباس الحراري زي ما بتحردك كلها متولدة من الوقود الحفوري حرق الوقود الحفوري يعني هذه الغازات هي ملوسة للجو بصرف النظر عن انها هترفع على درجة حرارة الكرة الارضية او لا يعني تكاسف سني اكسيد الكربون في الجو ده له يعني تبعات خطيرة جدا هو طبعا ناتج من عوامل اخرى غير حرق الوقود الحفوري زي مثلا ان مساحات الغابات اللي موجودة حاليا هي نصف مساحات الغابات اللي كانت موجودة من 150 ساعة نتيجة التخلص منها وتحولها لمساحات زراعية او استخدامها في البناء او قصة الاخشاب الارجال والغالب يعني طبعا انت لما بتقضي على الغابة بتقضي على نظم بيئية متعيشة على هذه يعني الشجرة ده هي كمية نظم بيئية عيشة على يعني معتمدة عليها وبتقضي كده على استنوع البايلج يعني بدل ما الغابات كانت مصدر للأكسجين اصبحت مصدر لساني اكسيدي كربون بعدما كانت بثمتصة ساني اكسيدي كربون تكسفت كميات ساني اكسيدي كربون نتيجة حرق الوقود الحفوري نتيجة الغابات فبالتالي اختلت توازن ما بين الاكسجين وساني اكسيدي كربون وتناقص الاكسجين في البحار والمحيطات لدرجة انه اصبحت هناك مناطق ميتة بيسموها يعني مناطق ميتة تماما نتيجة انخفاض كمية الاكسجين اللازم لنموه النباتات طبعا كل الكائنات او اكتر من 70% من الكائنات الحالة الموجودة في البحار واكتر من 50% من اجمال الكائنات اللي موجودة في القرى الارضية لا ترى بالعين لهم مجرد عبارة عن بكتيريا فيروسات ميكروبول التنوع الحيوي هو كل الكائنات الموجودة داخل لاخلنا وحولنا من كلها يعني لا يمكن تصور ان هناك حياة بدون وجود هذه الكائنات يعني انقراض احد الكائنات للأسف من نتائجه السلبية ما تتوقفش عن انقراض هذا الكائن فقط وانما بيهدم نظام بيئي كامل لانه كل فقرة من فقرات السلسلة الحيوية معتمد على الثاني السراصير والخنافس بتاكل النباتات وبعدين تيجي الفران تاكلها وبعدين التعبين تاكل الفران وبعدين تيجي السقور والمفترسات فلو افترضنا ان احد فقرات هذه السلسلة اختفى نتيجة الانقراض يعني مثلا الفران اختفت فطبعا التعبين مش هتلاقي حاجة تاكلها فهتنقارد بر اخرى الحاجة اللي كتب تغزى عليها الفران هتتقاصر لانه عداء هالطبعيين مع الوش موجودين فمش هتلاقي غزاء كافي وبتلاقي يبقى انت كده بتقضي على نظام بيئي متكامل ازاي معتمدين على بعض دي صعب جدا ان اي حد يصف لسه العلم الحلو دلوقتي ما وصلش الا الواحد واربعة من عشرة مليون نوع ولكن كل ابحاث العلماء بتتوقع ان هو بيزيد عن 30 مليون كائن بما فيها طبعا نباتات وكائنات حية وزي ما قلت احددك 50% او اكتر منها في البحارة المحيطة طبعا فقط هذه الكائنات لتأثيرات سلبية كتير او ما قلت بتتكلم مع الدكتورة ياسمين فؤال ومعروف يعني نتائجه السلبية على قطاع الزراعة بالزر يعني طبعا فقط البكتيريا اللي هي مسؤولة عن النمو والنباتات اكثر تأثيرا على الفؤرة من الدول المتقدمة كمان البكتيريا والكائنات الدقيقة اللي موجودة لهيات هي المسؤولة عن حماية الطربة من السعرية يعني لو هذه البكتيريا تؤدي التماسك الطربة التماسك الطربة وحمايتها كمان من احنا عندنا في الدولة الافريقية ودول الشرق الاوسط والشمال الافريقيا مناطق قاحلة كتيرة جدا وشبه قاحلة ومعرضة للتصحر وبالفعل بتزداد يعني معدلات التصحر في افريقيا وفي المنطقة الشرق الاوسط هذه الدول مهددة في اكل عيشة في الغزاء ده كلام هاي خليني هعد افكر في حاجتين جزء منها انه ده على ما يبدو عامل زي تأثير قطعة الدومينو قطعة تقع فتؤدي الى وقوع البقية الكاملة يعني وده اللي يمكن بيحصل فيه مسألة انه لما بتختفي لو اختفى كائن واحد يؤدي الى تداعي لبقية الكائنات او السلسلة او نظام البيئي المرتبط بيها ومن ناحية تانية ده بيخليه قعد افكر وينه اسأل دكتور صالح ولكن بعد الفاصل على الاجابة هل في مجال انقاذ هذا التنوع البيولوجي او اعادة بناءه او الحفاظ على النظم البيئية اللي موجودة حتى هذه اللحظة قدر الاستطاعة على اطول فترة ممكنة هستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام طيب خلونا مجدد الترحيل نضفنا العزيز دكتور صالح عزب الخمير البيئي ونحن نتحدث عن تغيرات مناخية وتنوع بيولوجي هل نقدر او نزلت لدينا الفرصة لانقاذ الكوكب هل لازلت هناك بعض الفرص وان كانت حتى قليلة ان احنا بعض الحاجات والكائنات اللي ممكن تنتهي او بصدد الانقراض ان احنا لاحق ننقذها هل في بعض الحاجات اللي اختفت اقدر اولدها معمليا واقعدها مرة تانية للبيئة المفتوحة او للنظام البيئي هو الحقيقة فيه جزء من الخسائر العالم خسره لا لا رجعت فيه خلاص يعني لا يمكن استعدته مرة اخرى وانما الجزء الاكبر مجال في اللي احنا ننقذه هننقذه ازاي بان احنا نقضي على الاسباب اللي قددت لتظهوره يعني الموائل الطبيعية الاتجاه حاليا لمزيادة المحميات الطبيعية احنا عندنا في مصر حاليا 36 محميات طبيعية ونحاول كمان ان شاء الله ان احنا نزول عددها المحميات الطبيعية منطقة بكر لم يتدخل فيها الانسان باي انشطة اقتصادية سواء بالرعي الجائر الحاجات اللي هي تسببت في فقد التنوع البيئيسي سواء الرعي الجائر او الصيل الجائر للحيوانات او القطع الجائر للاشجار او استنزاف التربة يعني حالتك تتكلم معايا دلوقتي بتقول لي في محاصيل معروفة انها بتشتهلك التربة الفلاح فاهم الكلام ده بالسليق يعني مثلا بعد القطن لازم يريح ببرسي عشان يغز التربة كمان الزراعة الاحالية احد الاشكال الخطيرة المؤسلة على استنزاف التربة لا اللي هي بتعتمد على محصول واحد يعني في دول افريقية زي ساحل العاج مثلا بتعتمد على تصدير الكاكاو ما بتزرع شغيره كل محصول بيتغزة على نوعيات بكتيريا معينة داخل الارض فلما اتنك تستحلك هذه البكتيريا بزراعة نفس المحصول ده اللي بتعمله للأسف المزارع الكبيرة اللي هي قائمة على التصدير للخارج اللي هي بتزرع محاصيل معينة باستمرار فده بيستنزف التربة بسرعة ويعرضها للتعري ولما بتوصل الاستنزاف لدرجة معينة لن تصلح الأرض فيما بعد بعد كتير نهائي انها يعني تزرع فزي ما بقول لحديتك القضاء او الحد بالنهاز الظاهرة ان احنا نقضي على الأسباب بتاعتي التلوث استخدام المبيدات المبيدات بتقتل الحياة داخل مش بس الأفات بس لأ بتقتل الحياة تماما طبعا الحاجات دي تتعمل عليها درسات وتعمل نظم المكافحة الشاملة للمبيدات بديلة للمبيدات ان بتتبنربي كائنات تتغذى على الحشرات ده وتكاثر الحشرات وتزايد الأفات برضو نتيجة فقد تنوع البيوليش يعني زي ما بقول لحديتك هذا الفقد قضى على سلاسل كتيرة حيوية وبالتالي ظهرت أمراض لم تكن معرفة من قبل ومعظمها من الحيوانات يعني يقول لك جنون البقر مثلا في الوالزة الطيور الكوفيد 19 اللي هو الكورونا ده كل دي حاجات لم تكن موجودة من قبل تم توليدها ليه لأنها فقدت أعداءها الطبعا فإذا نقص التنوع البيوليش مش بس بيأثر على هزاء الإنسان وإنما أيضا على صحته وعلى حياته التنوع البيوليش هو سبب ظهور الأدوية اللي تشايفها دي كلها اللي هي بتعالج التيمور والكنسر والحاجات كل ده بتاخذ من نباتات برغية أو بكتيريا دقيقة موجودة في الغابات بتستخلص منها المواد الفعالة وبيتم استخدامها في العلاج فاللي أعمله مثلا رئيس البرازيل اللي هو قبل اللي موجود حاليا إزالة أجزاء كبيرة من غابات الأمازون أكبر غابات في العالم طبعا للاستفادة منها إقتصاديا الغابة دي رئة رئة للعالم كله مش بتاعتك إنسة الوحل لك ولذلك العالم كله صغر تتكب جريمة بحق الكوكب طبعا يعني عملية حرق الغابات وإزالة ما حصل في بعض الدول زي أندونيسيا مثلا حرق الغابات وتسوية الأرض تمهيدة للزلاعة يعني أنت كده بتحول الغابة من مص لسانيوكسيديكربون إلى طارد مولد لسانيوكسيديكربون فنقل إزاي السياسات تعيد للبيئة قرامتها وتعيد احترام الإنسان للبيئة اللي هو عايش فيها بعد لما بقت عندنا هنا في مصر يعني حتى كلمة بيئة بقت شتيمة يعني يعني الحمد لله الزخب اللي عملته قاب 27 ذهير يعني أنا بمشي في متر الأنساء ولا بمشي في أي حتة ولا أي إزاع بساحة أسمع ده حلو ده تنمية الوعي البيئي لأنه أنا بقول لحده لك بصرف النظر عن أن تغير الملاخ هيحصل أو مش هيحصل ده حماية لحياتنا للكوكب إنه إحنا بنقضي فترات طويلة في الشارع وثلال عربية معلية جنب منك مطلعة دخان سود يعني التلوث في الهواء القاهرة ووصل لعشر أضعاف المعدلات المسموح بها عالميا ثالث أسوأ هواء في العالم بعد كالكالتا ونيوم مكسيكو طبعاً الكلام ده هوت نتيجة سياسات لم تراعي أي اهتمام بالبيئة السيارات والمصانع بتطلق كمية إمبعثات ضخمة جداً عندنا حوالي أربعة أو خمسة مليونة سيارة تتحلق في القاهرة يومياً كان عندنا كنا عاملين قانون أربعة لسنة أربعة وتسعين لما كنت في لزارة البيئة وكان بيسحب الرخصة من أي سواء يعني الإمبعثات بتاعت الشاكمان بتاعته بتتجاوز المعدلات توقف للأسف القانون ده هوت ولم ينفذ أيام مبارك والناس تلقى تقيلة حرام ده بيأكل عيشه بتاعه فهنا لما بترفع الوعي البيئي بقى معك ب27 الناس هتقول لأ ده كده ده بيجيب لنا التهاب الرئيس أنا عندي 19 ألف مصري بيموتوا سنوياً بسبب التلوث المناطق اللي هي فيها الأسمنت بتؤدي لتحضمها معظم فقالتا عشان تعمل الإقصاد الأخطر لازم تكبر هذه المصارع لنا تركيب فلاتر المصارع اللي هي من الأول المعادة لحد حلوان كل دي بتقزف السوائل بتاعتها على النيل بدون معالجة دي كلها عبارة عن هيفي ميترز أكادميومه ورصاصه وقبلته وزقم مش بس بتتنقل وبتكبر حلية على إنها بتتركب محطات معالجة معالجة الكيمويية ومعالجة الشوائب لأن المية ده هي إما بإنها بتتصلها بالباتجراوند للأندر جراوند يا إما إنها بتروح على النيل إما إنها عبر طبقات التربة نفسها أو بتخش على ميتها دي بقى الحاجات اللي بتدمر التنوع الباليسي دي اللي بتقتل الحياة داخل المواقل البحرية إحنا عندنا أربع تلاف كيلو متر سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط السياحة الشطائية عندنا اللي هي سياحة البلاجات يعني 90% من حجم السياحة فيعني إحنا أكثر تعرضا لمخاطر التغير المناخي ومخاطر فقد التنوع الباليسي هيبقى لنا كلام أكتر ساعدنا النهاردة بلقاء حضرتك نورتنا وشرفتنا ونتمنى أنك تنورنا تاني وتالت أرجوك شكرا جدا لك يا دكتور صالح كل الشكر لدكتور صالح عزب الخبير البيئي خلصت الحلقة بتاعتنا لحد كده ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر فنقابلكم بقى إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات